اهلا بكم يا رب كلكم تكونوا بخير هنحط في الاول كوباية من صلصة الطماطم المركزة هحط عليها ربع كوباية من الميا معلقة صغيرة من الملح رشة فلفل اسود معلقة صغيرة من البصل البدرة ربع معلقة صغيرة من التوم البدرة معلقة صغيرة مليانة من الرحان او من الزعتر معلقتين اتنين كبار من الزيت هنقلبهم ونحطوهم على النار لجاية لما تجلي ونسيبها تجلي لمدة تقريبا من 10 دقايق لربع ساعة اللي جاية لما تتسبك وتتقل وتبقى بالشكل ده كده خلاص وصلنا للقوام المطلوب هنسيبها بقى على جنب ونكمل هنجيب ربع مية جرام من مكرونة الاسباجيتي هنسلقها بالطريقة العادية جدا مية فيها معلقة من الزيت وشوية من الملح وبعدين هنصفيها هنجيب بطين ربع كوباية من الحليب أربع معالق كبار من الزيت معلقة صغيرة من الملح رشة من الفلفل الاسود أربع معالق كبار من جبنة مبشورة وده اختياري برضو بتزود الطعم قطعتين اتنين أو شرحتين يعني من اللانشومت قطعة حيطة صغيرة ودي برضو اختياري هنقلب كله مع بعضه كويس بعد كده هنضيف عليهم المكرونة المسلوقة المتصفية هنقلبهم كلهم مع بعض وبكده يبقى خليط المكرونة جاهز هنجيب الصينية اللي هنعمل فيها البيتزا وهنحط فيها معلقتين اتنين كبار من الزيت وهنحط عليهم معلقة كبيرة مليانة من البقصمات الناعم هنوزعه كويس في الصينية من تحته في الاطراف بعد كده هنجيب المكرونة اللي احنا خلطناها كويس وهنصبها وهنساوي الوش بتاعها بحيث كلها تبقى بسوى واحد ونحاول نعمل لها اطراف عالية شوية بعد ما هنزبط المكرونة في الصينية هنحطها في الفرن على حرارة 180 درجة الرافق اللي في النص لمدة تقريبا ربع ساعة هنطلعها بعد ربع ساعة نجيب الصلصة اللي احنا جهزناها ونوزعها على وش المكرونة كويس بتديها طبعا تراوة لانها بتبقى طلعة نشفة شوية لما بنحط عليها الصلصة بتبقى طرية جدا وجميلة بعد كده هنوزع الصلصة هنحط عليها جبنة المتزرلة واي حشوة بقى نحبها انحطيت هنا شرائح من البصل ومعاها قطع من الفلفل الاخضر ومعاها زتون متقطع كده لقطع صغيرة واي حشوة بقى نحبها لو عندنا مثلا قطع من الفراخ حتى لو فراخ مسلوقا نحمرها في شوية سمنة او زبدة او لحمة مسلوقة او شاورمة تونة اي حاجة ممكن نحطها عليها انا حطيت شوية من طماطم كده متقطعة كده خلص خلصنا الحشوة بتاعة البيتزا هنحط عليها رشة تانية من الجبنة المتزرلة ومعاها رشة من الرحان او من الزعتر على وش المكرون وهناخدها وندخلها فرن سخن على حرارة 180 درجة لمدة كمان 10 دقايق هنطلها من الفرن ونقدمها وهي سخنة حاجة كده في منتهى الجمال بيتزا ومكارونا في نفس الوقت اي حشوة عندكم بقى ممكن تحطوها عليها وصفها سهلة وسريعة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وقولكم بقى مع السلامة وشوفكم ان شاء الله المرة جاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة